طريق حامد طريق حامد حيسافر إلى النمسا خلال ساعات عشان ينتظم في معسكر اتحاد جدة فريقه الجديد طريق حامد خلال ساعات زي ما قلت لكم هيسافر وهينضم ليه الاتحاد والنهاردة قعد مع لعبي نادي الزمالك أو كان قعد أو فيه فيديو انتشر النهاردة عن قعد ليه مع لعبي نادي الزمالك قال لهم قال لهم انه مش ماشي عشان مشاكل وانه الزمالك أهم من طريق حامد قال كلمة عاطفية جدا للعبي نادي الزمالك تعالوا نشوف قال ايه ونرجعنا على يا أولا شباب بردتوا على الأعكاس يعني عبطال بسي تحبها بصراحة يعني يعني سأكون مجود معاكم واسعادكم بس يعني ممكن الزرورك ممشيتش بوايس أو الحاجات مش واضحة معادي إن شاء الله من الموضحة في الزروف تانية لأن في المهم أنك أكونت الشخص اللي عندك مشاكل يعني يعني محتاجك تبصش نفسك بس محتاجك تبص للفريق والنادي كل وقت ده أهم من طريقة كشخص يعني ما نحبش نتكلم مشاكل مش عشارك على عالتاريج يعني طبع ما نتكلم كان من الموضوع الدوري الشيء مجيب ومحطولة ومس صعبة ومستهلة الصعبة لو أنت خدت كل موضح وموضح وموضح وركزت إنك تكسب كل موضح تسهل تأكل الدوري ليس دايما أصل السيدة اللي باتت كان بياه عندنا سبع موضح الحمد لله الناس ولها تأكل مات التأكل ماتąda داخل دوقتي ما يتجمعها ويسيل مع بعض دادنا نكسب الضوء بظروف استثمائية لكن آآ لكن لو هي الموضوع المشكلة لسأحق عبا نصعب من تكسب الدوري لو سأل يا رو انت دمانت يكسب الدوري من دلوقتي ما انت خلص مش عشارك سادعني في تلوقتي إن شاء الله كصيت بظروف استثمائية وحققات حققات نجاح كبير وضع الصعب اللي مات والبريق اللي يمر فيه فشوف يا عم تالسانات ان شاء الله ربناك انا هم حققات دوري فده ده مش مش اجازي ده اعجازي انا رب عني التجميع ان انا سعيد لكن انا عمر والله والله العمر اللي هنبت ولا بداية اصابة ولا اتمرت اشتغرفون ده سبع سنين او ثمان سنين مدوا كل حاجة في المراعب برا المراعب وساعد كل الناس من الان اتمنىكم التوفيق وان شاء الله نشوفكم على خير